السلام البنات كديري اللي بس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دي اليوم كله إفادة إن شاء الله فيديو ممتاز يستحق المشاهدة ومكرهتوش يوصل جميع الأخوات لكي ينتظروا الدرية ويارب بترزق كل أخت فيكم درية صالحة في القريب وتفرحونا جميع بطبيعة الحال هذه الوصفة هذه ممتازة وصفة قوية لإخراج أكتر من بويضة وصفة ممكن أنها تسبب في الحمل بتوأم إن شاء الله أكيد أنك مليك تجربي الوصفات الطبيعية فهذا الأمر هذا كيخلي خروج أكتر من بويضة في الأيام العادية كتخرج بويضة كل شهر ولكن مليك تستعملي هذه المنشطات الطبيعية وهذه الوصفات أكيد أنك تساهمي في زيادة معدل الخصوبة وكذلك تنشطي المبايد ديالك كتساعدهم على إخراج أكتر من بويضة مثل هاد الوصفة هدي مثل الأدوية اللي كتستعملها اللي كيوصفها لك الطبيب اللي كتكون منشطة أكتر للطبيع كان كذلك عدة طرق متبتة علمياً كتزيد فرص الحمل بتوأم هاد الطرق هدي الطبيعية أكيد أنها يعني ما غدش تدرك بالتأكيد لأنها طبيعية بطبيعة الحال أن هاد الأمور هدي اللي كتستخدمها في الحياة ديالك اليومية فأكيد أنها كتساهم في زيادة معدل التبويض عند كل أخت فيكم بطبيعة الحال أنه كيفما كان عرفوه التوأم كيكون بالويراتة يعني إلا عندك في الأسرة ديالك يعني أفرض الأسرة عندهم شي حمل بتوأم أكيد أنك تكون الويراتة كتلعب دور في هاد المسألة هدي بالنسبة للسيدات اللي بغوا يحملوا بتوأم يحاولوا أنهم يكتروا تناول منتجات الألبان منتجات الألبان كتساهم بالفعل في زيادة فرص إنجاب التوائم تناول البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة رائعة جدا فيها بزف ديال المكونات اللي هي موفيدة هو طعام غني جدا بالفيتامينات كذلك يعني البطاطا الحلوة كتحتوي على حمد الفوليك الطبيعي لأنها موفيدة فيها بزف ديال العناصر إذا الفوليك أسيد أو الفوليك الطبيعي اللي كيكون في البطاطا الحلوة كيساهم في أنه كيقادت لك العبادة ديالك كتكون بجودة عالية إذا حاولوا أنكم تركزوا على التغذية الممتازة بطبيعة الحال أن يعني بزف ديال الأخوات كيبغيوا أنهم اللي ينصحهم كيفاش يحملوا بتوأم بطبيعة الحال السيدات كذلك اللي تجاو السن ديالهم 30 سنة فكيكون عرضة كيكون عرضة أكتر لأنهم يحملوا بتوائم مقارنة بالنساء في العشرينات من العمر يعني كلما زاد السن كلما السيدة كتطلق أكتر من بويضة وبالتالي احتمال حدود الحمل بتوأم وارد جدا إن شاء الله ركزوا لي على التغذية تكون سليمة تغذية تكون صحية ديما كنأكدها لكم لأن الجسم ديالك كيتغدى على التغذية اللي كتناولي العناصر اللي كتناولي في الغداء ديالك مهمة لسكوين بويضة سليمة قابلة أنها تلقح ويحصل الحمل قبل ما نكمل لكم محتوي هاد الفيديو هادا إلا بغتيو الخلطة اللي كنوجد ديال العسل فأكيد أنها مقوية مهمة لكل أخت فيكم السيدات اللي عندهم بويضة ضعيفة السيدات اللي من قطع عليهم الدورة اللي عندهم مشكل في الهرمونات السيدات كذلك اللي يعني عندهم واحد تأخر في نزول الحيد وكذلك السيدات اللي عندهم بويضة ضعيفة غير جيدة أو أنك يحصل لهم إجهاد متكرر يحاولوا أنهم يتوصلوا معايا غنخلي لكم الرقم في أول تعليق هذيك الوصفة أو الخلطة الممتازة القوية جربوها بزف ديالأخوات وجابت معهم نتيجة في سرعة حدود الحمل ما شاء الله ما شاء الله أكيد أنني كانت تفاجأ كل يوم بتعليق الإيجابية اللي كانت توصل بها على هذيك الخلطة ديالعسل وهي ممتازة بطبيعة الحال اللي قدرت أنها تأخذ ديك الخلطة من عندي أكيد أنها غتستفد منها وغت يتبان عندها النتيجة إن شاء الله بطبيعة الحال السيدات اللي بغوا يتبعوا الوصفات ديالي ديال قناته وما رأى فيهم الفائدة أكيد أن كل وصفة كنحط إلا وكتكون مجربة اللي كيكونوا جربوها السيدات اللي ما كانش عندهم الحمل وحملوا فذك شي باش كنحطها لكم في هذي القناة ديما كان أعطيكم الأشياء المفيدة وإن شاء الله تجيب معكم نتائج في سرعة حدوث الإنجاب بلما نطول عليكم الوصفة اللي كتنتظروا جميع الوصفة الممتازة لسرعة حدوث الحمل لإنجاب التوائم وكذلك المنشط الطبيعي لإخراج بويدتين هذي الوصفة هذي هي عبارة عن ملعقة صغيرة من حبوب الرشاد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الحلبة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ستخلطي هذه المكونات مع جوج دي الملاعق كبيرة من العسل إذن من بعد ما حضرتي هذه المكونات بالنسبة لحب الرشاد غير مطحون الفلفل الأسود مطحون الحلبة حب مسحوق القرفة مطحون وكذلك الكمون يكون مطحون إذن أتخلطي جميع العناصر مع ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي الأصلي الحر ستناولي بما معدل يعني مرتين في اليوم ملعقة صغيرة مرتين في اليوم ابتداء من اليوم الثالث من نزول الحيد مدة ثلاثة أيام متتالية إذن من بعد ما حضرتي الوصفة كتناولي ملعقة في الصباح ملعقة في المساء مع العسل الطبيعي الأصلي من بعد يعني وتسالولك المكونات حاولي أنك تحضرهم وعاودي الوصفة لليوم الموالي مدة ثلاثة أيام من اليوم الثالث من الضورة إلى اليوم السادس من الضورة الشهرية ونتي كتناولي فيها هاد المكونات وإن شاء الله تجيب معك نتائج مرضية مع ضرورة الإكتار من تناول البطاطة الحلوة لأنها كتحتوي على أنزيمات لكتساعد في تحفيز عملية تبويض وكتزيد من فرص الحبل بتوأم كذلك الإكتار من تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مع تجنب التوتر والإجهاد اللي كيساعدوا في الحفاظ على هرمونات الجسم يعني إذا بتعطي علاء التوتر والإجهاد غادي تحافظ على هرمونات الجسم ديالك وكذلك غادي تخليهم يعملوا بوحد صورة جيدة مع تناول العسل بكمية مناسبة كل يوم قبل الحمل كيزيد مرتفاع الخصوبة عند النساء وكذلك تناول الأناناس في الصباح للريق كل يوم ابتداء من أول يوم لنزول الحيد إلى غاية اليوم العاشر هاد الأناناس أو حبة الأناناس ممتازة منشط قوي طبيعي فاكهة معجزة مع الشرب كوب من مغلل ميراميا وهاد الميراميا يوميا من اليوم الأول من نزول الحيد إلى غاية اليوم العاشر يعني هاد البرنامج هاد اللي اعطيتك اليوم هو برنامج قوي ممتاز صدقوني إلما خرجتك شجوش بويضات غايت تخرج لك وحدة وأكيد إلا عندك خمول في التبويض أو أن البويضات ديالك ما كيخرجوش هاد البرنامج اللي اعطيتك في هاد الفيديو غايت ساعد بالفعل في خروج هاد البويضات وفي تنشيط المبيض بشكل طبيعي بالإضافة إلى الوصفة أو الخلطة ديالي اللي كان وجد شخصيا هادك الخلطة خاصها ديما تكون عندكم في المنزل ديالكم باش يحصل عندكم الحمل إن شاء الله خلطة قوية رائعة جدا رغا نخلي لكم اللي بغا تتواصل معي باش تطلب هذه الخلطة لأنها فعلا كتحفز الإباضة كذلك كتساعد على تنشيط التبويض السيدات اللي عندهم مشاكل كبيرة بزف كتحلكم المشاكل وكذلك كتساعد على سرعة حدوط الحمل كليها واحد الوقع كبير مؤخرا بزف ديال أخوات جربوها وجابت معاهم نتائج مردية خلطة العسل بالأعشاب يعني تهي ممتازة غادي تساعدكم في سرعة حدوط الحمل غادي نخلي لكم اللي بغا تتواصل معايا باش نوجد له الخلطة أكيد فكندير توصيل جميع المدن المغربية إن شاء الله وإن شاء الله تجي معكم نفس النتائج اللي جابت مع الأخوات اللي حملوا بها من بعد الله وكانت سبب في الحمل ديالهم كان هذا هو الفيديو دياليوم أتمنى ينال إعجاب ديالكم إلا جبكم هاد الفيديو هادا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة شكرا لكم على الدعم ديالكم للقناة وتتبع لجميع الفيديوهات شكرا لكم على التفاعل ديالكم مع الخلطة ديال العسل بالأعشاب اللي لقات نتائج مردية وسرعة في حدوط الحمل وإن شاء الله نجيب معكم نفس النتائج تنتم علش الله كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء